هو كلام كده أربعين خمسين شو بتكلم على عشرين و تلا لا لا لما رجعنا من كان قلت لحضراتكم بلد دي لا يتقل عن أربعين خمسين مليون و ستين مليون بس احنا عايزين بقى ايه؟ هي دي المشكلة وسائل نقل طبح رقم واحد فنادق رقم اثنين غرف سياحية ومنشئات فندقية كثيرة عشان تساعد بالعداد اللي احنا نطمح لو نتكلم عليها لان احنا متأخرين في الملف ده كتير لكن حصل إنجاز خلال الكم سنة اللي فاتوا في زيادة الغرف السياحية محتاجين أضعاف أضعاف الغرف اللي احنا نتكلم عليها رئيس وزراء من عدة أيام أو يمكن من أسبوعين ثلاثة اتكلم على الرقم أربعين خمسين صح هو ده اللي بنشتغل عليه لانه ده الخير للبلد السياحة دخلها سريع جدا فلوسها بتسمع في ستين سبعين منظومة أو قطاع بيتستفيدوا من السياحة مش في الفندق بس لا 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 ما حوالين الفندق كل الشغلين في الفندق واللي بين اللي الفندق واللاكل والشرب وكل شيء سبعين صناعة بيجاء بتشتغل بطريق مباشر وغير مباشر يعني كل ساعة حواليه سبعين حاجة بتستفيد كل واحد فتخيل ده يعمل ايه نتكلم على هذه الأرقام في دول ما عندهاش ولا حاجة غير سياحة ما عندهاش حاجة تانية مصدرها الرئيسي سياحة دول ما عندهاش حاجة تانية خالص خالص السياحة فقط لا غير لا عنده مترول ولا غاز ولا عنده أمح ولا وبيصدر ولا بيأب ولا شيء إلا السياحة ودول ما شاء الله وهذا دخل مهم تلاتين إلى أربعين خمسين ديال يدخلك على الأقل يدخلك على الأقل خمسة ثلاثين أربعين مليار دولار لا عشر ولا خمستاشر ولا آه طب الأرقام بزيد الحمد لله وفضل الله خلال يمكن كم شهر اللي فاتوا دول أرقام زادت الحمد لله واللي جاي كمان بيزيد إن شاء الله ولكن تاني بقول كل دي أرقام يعني لا احنا مصر نستحق أكتر من هذه الأرقام نستحق اللي بيكلم عليه الرئيس الوزراء واللي كلنا كل واحد في مجاله يشتغل على ده كل واحد عنده فندق النهاردة يبقى بيحافظ على الناس اللي بتجيله ويقدم أحسن خدمة وزوده الأسعار لازم تزوده الأسعار منفعش أبدا أسعارنا بقول لحضرتك لما تزود هيجي لك السايح الغالي فيه سايح غالي سايح يدفع عشان هيلاقي خدمة فلازم أعمله الخدمة وزود الأسعار ونحافظ على ده نعمل جذب كبير جدا للدنيا وكلها بقول لحاكم المتحف ده هيكون حكاية عالم كله أول ما يتم الإعلان هيبقى التركيز هنا هيبقى التركيز هنا في المتحف المصر الكبير ومصر بتقدم رسالة غير مسبوقة للعالم من المكان ده ومنازل منطقة تنطلق العالم من المتحف بتروحوا الأهرامات وترجع أعايز أشوف الأهرامات نفسي نفسي أشوف الأهرامات مفيش واحد بيجروا رسايح نفسي والله نفسي بقول كده على الهوى محدش يزعل احنا كلنا عايزين بلدنا لأن بره محدش بيعمل كده محدش بيعمل كده أنا عايز السايح ييجي أو السيقاح هتيجي وهو هنا قبل ما يوصل بلده يبدأ يتكلم على مصر يمشي زي ما هو عايز وتمشي كيفه ما شاءت بيدخل عندنا آمن سالم مسؤول عنه في آمن وآمان حدش يقرب له حدش يدايقه هيدي السياحة فبقول له حقوق نفسي ملاقيش حد بيجر وراء السايح في أي مكان ولا دايقه لازم هذي المشاكل تختفي تماما تماما أنا بقول لينا كلنا زي ما منشوف بره لازم يحصل عندنا الحمد لله عندنا آمن وآمان بسم الله ما شاء الله فالناس جاية خلاص مصر الحمد لله آمنة عظيم جدا 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 ما شاء الله بنحافظ على ده وبنحافظ فضل جهود رجال قوات مسلحة وشرطة في منظومة أخرى التعامل مع السايح هي دي في الحلقة دي محتاجة شوية سايح رايح الهرم يتفضل رايح الهرم يتفضل خلص ويرجع ما فيش خلق سيبه عايزين مشاهد بعض الحاجات المسيئة تختفي ان شاء الله بإذن الله كلنا بحرسين على ده كلنا لما بيبقوا فيها حاجة سلبية لازم نتكلم عليها عشان نقضى عليها كلنا عايزين مساحة بلدنا وعايزين زي نقول له حاكم كده زي ما بتروح أي مكان محد خلاص انت رايح تخرج فسح تنبسط وإحنا بلدنا في أي مكان أي حتة النهاردة ناس تروح تنبسط إيش حصل من كده جو بسم الله ما شاء الله كل حاجة ما شاء الله أديله خدمة عشر نجوم مش خمسة ولا سبعة عشر نجوم أديله عندي عندي ما شاء الله صفي كل مكان ما شاء الله كل أنواع أي سايعز أي نوعية موجود كل حاجة موجودة فيش ناس حب تنبسط أحسن يعني بحر وجو مصر كل الفناني عندنا على فكرة كل الفناني بتاعتنا ما شاء الله ما شاء الله ما احنا منسافر ومنشوف واعمل مقارنات واحنا كمان حتى يمكن في بعض دول بتلاقي الأوضة قدك حتى لو فندق خمس نجوم تلاقي لا احنا عندنا برا وحفظ حاجة جميلة يعني كملا